توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الإسبانية مدريدة في زيارة تستهدف متابعة التشاور الوثيق بين البلدين حول مستجدات القضية الفلسطينية ولا سيما تطورات العدوان على قل غزة ومصار تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة الزيارة سوف تتضمن عقد مشاورات سياسية موسعة بين البلدين برئاسة وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية إسبانيا خسيم مانويل الباريس فضلا عن لقاء وزير الخارجية مع بيدرو سانشايز رئيس حكومة مملكة إسبانيا للتشاور عن كتب حول الدور الذي يمكن التطلع به إسبانيا لدعم جهود وقف العدوان على قطاع غزة واستعادة مصار التسوية السياسية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين استنادا إلى مواقف إسبانيا الداعمة للقضية الفلسطينية تاريخيا استضافت القاهرة اجتماعا ثلاثيا ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأكد مصدر مصري رفيع المستوى تمسك مصر خلال الاجتماع بموقفها الثابت بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى كما أضاف المصدر أن الوفد المصري أكد على مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول المواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة واشدد على تمسكه بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات لقطاع غزة يوميا تشمل كافة المواد اللازمة سواء غذائية أو طبية أو وقود بحث مجلس الحرب الإسرائيلية قضية اليوم التالي في قطاع غزة والرد على اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وأوضحت مصادر إعلامية إسرائيلية أن المستوى الأمني الإسرائيلي عرض على أعضاء مجلس الحرب خطته بشأن الحكم المدني في غزة بعد الحرب مشيرا إلى أن الخطة تتضمن تجارب ستجريها إسرائيل في المناطق التي قد تستطيع فيها دمج عناصر محلية للسيطرة عليها نقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع كل من الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس ووزير الدفاع يو أف جالنت مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي كان الرئيس جو بايدن أعلن عنه وحسب بيان للخارجية الأمريكية أكد بلينكين في كل الاتصالين أن مسئولية الموافقة على هذا المقترح تقع الآن على عطق حركة حماس وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضرباتها العنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة وعلنت مصادر صحية فلسطينية استشهاد 12 شخصا بينهم ثلاثة أطفال وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منازل في مدينة خان يونس كما استهدفت غارة إسرائيلية محيطة مسشفى غزة الأوروبي قرب خان يونس وفي رفح الفلسطينية أفادت مصادر محلية بتسجيل إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في الحي السعودي غرب المدينة بينما استهدفت غارة مماثلة منطقة عريبة شمالها وفي وقت سابق من الفجر اليوم استشد عشرة فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال منزلين بمخيم البريج والنصيرات في وسط قطاع غزة اقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وذكرت مصادر فلسطينيين أن قوات الإسرائيلية نشرت قناصة في عدة أمنية في منطقة الضحية شرق نابلس وذلك تذامنا مع عملية الاقتحام الواسعة للمنطقة الشرقية شهد حي منهاتنا الشهير بمدينة نيويورك مظاهرة حاشدة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وطالب المتظاهرون بوقف دائم لإطلاق النار وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة كما دع المتظاهرون إلى معاقبة المسؤولين الإسرائيليين عن الحرب المدمرة في غزة تبادلت إسرائيل وحزب الله اللبنانية قصف على طول الحدود وأوضحت مصادر لبنانية أن حزب الله استهدف مقر قيادة اللواء 769 الإسرائيلي في ثكنة كوريات شمونة شمال إسرائيل ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال أنه استهدف مبنى سكنيا تابعا لحزب الله في منطقة عيتا الشعب وبنية تحتية في منطقة تير حرفة بجنوب لبنان كما أعلن جيش الاحتلال إنهاء تدريب على مستوى هيئة الأركان العام لرفع الجاهزية على الجبهة الشمالية فقد المؤتمر الوطني الإفريقي أغلبياته المطلقة في الانتخابات البرلمانية لأول مرة منذ ثلاثين عاما وأوضحت لجنة الانتخابات في جنوب إفريقيا فوز المؤتمر الوطني ب159 مقعدا في البرلمان من أصل 400 ومن جانبه أكد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي عزمه على إجراء مناقشات مع أحزاب سياسية أخرى بهدف تشكيل حكومة إطلافية ترجمة نانسي قنقر